سلام في نوم محيّاك الله الله كيف بتتغيّر الأصول؟ هذا شيء أبداً ما مقبول معقولة صرنا نمرّق كل شيء في هالحياة؟ معقول؟ ما هو مطلوب يظل كل شيء متل زمان بس ما هو يصير ماسخ كمان؟ يعني من إيش بتشكي الوساطية؟ وإنه نزين كل شيء في الميزان؟ والله من هالحالة راي أطأتوا كرهان؟ وإذا ما حكيت بنفجر لحقوني التطوّر التطوّر أكيد شغلة كويسة وكلياتنا منشجع عليها لكن التطوّر لازم يكون ما يخالف الأساس يعني نبني على الأساس وبطوّر فوقه وبيعدّل عليه بشكل إيجابي مو يغيّر أو يمسخ ما صفّق اسمه تطوّر هلّا بتكون تسألوني ليش استخدمت كلمة يمسخ؟ تولّى بصراحة لأنّ اللي عمال أشوفه وأسمعه اليوم يعني في أغلبه ماسخ وماله طعمه هلّا للأمانة وتأكون منصف يعني to be honest في شغلات كويسة واحد يحكي يعني ضميره بس في المقابل في شغلات والله العظيم بلا روح عمال أحكي تحديداً عن الفن الأغاني الموسيقى لك الشعر إيه يشبكن؟ كل شي فن إيه صاير ماسخ ويعني عمال يلحق السرعة وعن بلحق الدرج سألّا أيامنا لك من أيامنا كان في مصايب بقى شلون هلّا لهلّا بتذكر مرة كنت في حفلي للست الله يرحمه كنت لسهيك شاب صغير وكانت عمال تغني في صوته الشجي هاد والعالم مطروبة والصالح مليانة عبتعج عج وبتغص غص في هالناس السميعة خيوه كان في جنبي زلمي ختيار عمال يبكي عببكي بكي عبنشاء أنا أقول إيش بها الحجة ليش يك عمال يبكي يعني عمال يبكي عسوا عسوا قمت يعني بدي أعمل خير وسألته قلت له عمو ضايعلك شيء يعني خير عمال تبكي هيك ما أحسلكم إلا التفت علي هيك وطلع فيه وقلت لكم أنا شاب صغيري يعني لسه يدوب يدوب شوار بخطة فرحانة حالي طلع هيك قال لي ولك أنت إيش فهمك مثل السطل ورجع كمال يبكي بعدوني أكبرت وفهمت أنه كان عمال يبكي متأثرا بالموسيقى بالكلام لك بالأداء أداء الست يعني يا أخي الغنية في أيامنا كانت ورشة حقيقية كانوا يجتمعوا الكاتب والملحن والمطرب ويظلوا أيام وليالي عمال يشتغلوا على مشروع الغنية بس كانت تطلع غنية غنية يعني طبعا هذا بيعكس احتراما للتامع وللجمهور اليوم تعشوه في الأغاني اللي عنا يا ويل ويلي أولي كان النغم يحرك الأحساس يحرك المشاعر هلأ عمال ما يحرك غير الخصر والإجرين الله وكيل الناس أولي كان كيفهم في رأسهم هلأ صار الكيف في الإجرين ودبك يا طويل العمر لك إيش ودبك ابني لك آخ آخ مو بس هيك كان أول المطرب يطلع على المرسح يظل كم ساعة عمال يغني لايف مباشر نعم هلأ كله بلايباج ومو بس هيك بطلع بصيل بتنطوط على المرسح وبحرك شفيفه على أساس قال إيشو إنه هو عمال يغني وهو موهون طاول إذا طلع على المرسح حفلته يعني إذا كان ساعتين بده يريح مرتين ثلاثة وين أولي؟ كان المطرب يطلع خيه هيك يغني ثلاثة أربع ساعات لك الكلام الكلام أول الغنية تشوف فيها معاني فيها أحساس فيها شعور فيها صور بيانية إيه تعيشوا في اللي هلأ؟ الله وكيل صفحكي بكل معنى الكلمة وبيجي بقولك والله وكلمات فلان وشاعر في الإحساس وفلان إيش كلمات؟ هاي كلمات ليش؟ لك ما بتستحي تحط اسمك أصلا عليها فعلا متل ما قال الشاعر إذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاءه يعني المشكلة الأكبر من هيك إنه الزوء العام صار هابط يعني إذا طلع له شي مطرب جديد أو مطربة وحبوا إنه يغنوا بإلتزام يعني بمعنى إنه يلتزموا بالفن الأصيل يبصيروا بعد فترة بكشوا دبان وما بيشبعوا الخبز الله وكيل لأن ما حدا بهتم فيهم كله لاحق الترند ومعقول نحن نبال طايرين ورا القصص هاي وش ما بنقال إننا بنعمله؟ ولا راي يجينا يوم ونشوف فن حقيقي فن بالبقلنا لأنه نحن أهل الفن ومن عنا طلع ولا أنتو إش رأي يكون؟ كتير تغير شكل الفن وقلبي من هشي مليان بدي يتطور بعد تغير وبدل كل ترتيب زمان الغنية صارت طوشة لا كلمات ولا ألحان صار الخصر بيعطي الجودة والدبكة هجية الميزان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر